اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في برنامجكم ملفات شائكة طبعا النهاردة احنا هنتكلم عن المال السياسي في الشارع وبعض البرامج بتاعت المرشحين الاكتر من دايرة المال السياسي في الشارع عبارة عن مثلا ساي بعض المرشحين يدفع كل واحد فيهم 50 جنيه و 100 جنيه و 200 جنيه والصوت ممكن يوصل ل 500 جنيه علشان خطر يشتري بيها اصوات طب وبعد ما يشتري الاصوات ديت ايه الخدمات اللي ممكن يقدمها ايه الخدمات اللي ممكن يقدمها عيد ومجل الشعب بيحاول يشتري بيها مثلا ساي اهل الدايرة بتاعته مفهوم النائب ان هو اساسا مفروض يبقى نشاط نشاط اصلا نشاط خدمي النشاط الخدمي ده عبارة عن ان هو اساسا يبقى النائب دوره تشريعي في البرلمان وفي نفس الوقت كمان مفروض يبقى هو كمان دوره خدمي بالنسبة لأهل الدايرة عنده او يشوف الدايرة اللي عنده محتاجة ايه او الناس محتاجة ايه ويحاول يساعد الناس دي ما يحاولش إنه هو يأذي الناس أو يضر الناس لكن لما نأخذ مثلاً سايف فلوس هعمل مصالح شخصية طب وبعدين إيه الفايدة اللي بتودع الدولة إيه الفايدة مثلاً اللي إحنا ممكن نأخذها من الدولة أو مثلاً الدولة تأخذ فايدة من النائب ده وهو أصلاً ما بيفيدش أي حد لنفسه لكن لو أنت انتخاب حضرة مثلاً المنتخب لو أنت انتخاب حد مثلاً سايف يقدر أنه هو يديك خدمات أو يقدر يعمل لك قانون أساساً قانون يفيدك أو قانون يفيد الدولة أفضل بكتير جداً مما أنت مثلاً سيدي حد يديك فلوس ديك 500 جنيه و100 جنيه و200 جنيه ما الـ 500 جنيه والـ 200 جنيه ما أنت هتصرفهم وبعد ما تصرفهم إليها يحصل إنه يبدأ قاعد خمس سنين هو بيمص في دمك وإنت في نفس الوقت قاعد خمس سنين ما تستطيع تطلب منه خدمة إزاي هتطلب منه خدمة واحدة بس وإنت سورة أنا آسف من تواخد أساساً وأشاري صوتك لو جيت تقول له مثلاً زي أنا عايز خدماتي أقول لك أنا أخدمك لأن أساساً أنا شارك بفلوسي أنا أشارك كورسي ده بفلوسي طب إيه الهدف بتاع الكورسي اللي أنت تشتري بفلوسك يا سبت النايب وإنت في نفس الوقت ما بتقدش أي دور غير دور المصالح الشخصية اللي تخص حضرتك طب إيه الإفادة من الكورسي ده أصلاً فهو ده اللي أنا عايز أوصله للناس أساساً مفروضه ويوصله عزيزي مشاهدي للناس إن أنا عايز إن كل حد يفهم يعني إيه حد يخدمك أو نايب يخدمك أو نايب إن هو يفكر في مصلحتك يقدر يديك القانون اللي يفيدك ويفيد الدولة مش سورة أنا عايز بيروح المجلس علشان خطر ينام أو روح المجلس علشان خطر يفضل يتكلم في أي كلام أو اسم رايح من المجلس وجامل المجلس كان أساساً في مجلس نواب هي دي المشكلة اللي إحنا بنواجهها فعلاً واللي إحنا بنقابلها في جميع الدواهر يعني فيه دائرة فقيرة مثلاً زي دائرة البساتين ودوري السهام محتاجة مثلاً سيء زي زي مثلاً سيء مستشفى محتاجة مثلاً سيء زي مثلاً شهر عقاري محتاجة مركز شباب معلش محتاجة غير مركز شباب كتير ما عندهش شغل سوريا ناسف نسبة البطالة فيها عالية نسبة فيها مثلاً سيء حتى زي عيز بتخيل الله تبع الدائرة فيها نسبة المسجلين كتير جدا مفروض ان انت تفكر فيهم ان حد مثلا سيعمل غلطة فحياته مفروض تفكر ان انت تخليه مثلا اصلح منه بحد كويس او حد ان انت تصلح منه على قد ما تقدر بحيث ان هو يبقى انسان سوي بعد كده ويقدر ان هو يعيش ويفيد الدولة بدل ما يضر الدولة في نفس الوقت الصحة مهمة جدا دار السلام موضوع الكبري الكبري زحمة جدا لو مثلا سي نزلت من على الكبري هتنزل من عليه عربية الاشعاف دي ولا 3-4 عشعات يكون المريض السوري ناسف توفى او المريض حصل له اي حاجة مفيش حتى في المنطقة كلها سوري مستشفى تخدم حتى اسعافات اولية ومشكلة الكبري ليه ما نحاولش نلاقي موقف وفي موقف قريب بالنسبة للكبري لو نقدر ان احنا نحل المشكلة دي في حاجات كتير جدا ان احنا ممكن نفكر فيها سواء داري الدار السلام او اي دايرة اللي عيده مفروض انا عيده من دايرة معينة مفروض افكر ايه الانشطة الخدمية اللي انا عملها للدائرة بتاعتي قبل المصلحة الشخصية اللي انا ممكن افكر فيها غير كده وكده لو انا دلوقتي مثلا سي عضو النظام التشريعي او مثلا سي ان انا اقدر ان انا اشتغل على التشريع نفسه تشريع القوانين مفروض ان انا اتكلم في القانون اللي يفيد الدولة ويفيد بنفس الوقت المواطن ما حاولش ان انا ما يبقاش ليه دور او ما اتكلمش او انا افضل تسعة تشهر مجموعة نواب عشان يحطوا قانون او في الاخر القانون اساسا سوريا لا يتفعل لا يتفعلش لان القانون اساسا في الاخر برضو بيبقى قانون ضعيف مفروض لما اجا فكر افكر بشكل كل القوانين اساسا بتاع كل قانون بحيث ان انا اقدر افيد الدولة وافيد بنفس الوقت برضو المواطن او افيد مثلا الشعب يا سيادة الرئيس طبعا لو حضرتك ان احنا فكرنا في كل حد ان احنا نشتغل بما يرضي اللي هو فيه رقابة على موضوع الانتخابات اكتر من كده الدولة هتنهض بطريقة تانية خالص لو كل واحد فعلا مفكر في الدايرة بتاعته وفكر فعلا ان هو يحاول ان هو يخلي الدايرة بتاعته كل الاحتياجات اللي هي فيها فعلا تتنفذ او فعلا تتعمل ماشي وطبعا هنطلع فاصل وقبل الفاصل طبعا احب اقدم استاذ عمر السنيري بعد الفاصل واستاذ احمد مرزق واستاذ طبعا طارق صلاح المدير التسويقي المدير بتاع الحملة بتاع استاذ احمد مرزي ونتطلع 파 member ورجعلكو تاني ورجعنا حضراتكو تانية اعزائل المشاهدين ومعنا ضيفنا طبعا ابستاذ عمر السنيني اهنا وصح Lima بحضرتك اهنا وسهلا بحضرتك اهنا وسهلا بحضرتك ومعنا كمان ضيفتنا باستاذة فاطم اهنا وسهلا بحضرتك طبعا دلوقتي احنا بنتكلم عن المال السياسي في الشارع ايه رأي حضرتك في الموضوع والظاهرة الغريبة الفترة دي موجودة في المال السياسي في الشارع والله ساعدتك يا حمد فيه ان المال السياسي في الشارع بقى حاجة فظيعة جدا واحنا كله املنا ان احنا نحاول نغير الموضوع ده ونوعي الناس ان الموضوع المت جنيه والخمسين جنيه والمئتين جنيه مش هي دي اللي هتعمل ولا هي دي اللي هتحي ساعدتك بل بالعكس حضرتك النهاردة بتاخد مني انا كعضو مجل الشعب المت جنيه والخمسين جنيه وبعد كده بتدور عليها ما بتلاقينيش فالمفترض النهاردة انت النهاردة بتدفع او انت بتاخد ثمن الصوت اللي انت بتنزل عشانه فانت النهاردة بتنزل عشان ايه حضرتك بتنزل عشان خطر المية جنيه والخمسين جنيه طب انت خمس سنين لا هتلاقي تاكل ولا هتلاقي تشرب ولا هتلاقي تعمل حاجة لان دور عضو مجلس الشعب انه هو يساعد حضرتك وبيوصل صوتك بالظبط يفندم هو بيوصل صوتك الى الناس اللي فوق اذا كان المحافظ ايا كان رئيس حي ايا كان الخدمات اللي نقصه في المنطقة لانه هو كمان دوره رقابي دور رقابي من نسبة للحي ودور رقابي من نسبة للجاد ايوة طبعا يفندم انا مع سيادتك بس احنا بنوصل الصوت اللي الناس مش سمعه احنا بنحاول نوصل صوت الناس الغلابة اللي تحت الناس اللي مش لقا يتاكل دي احنا بنحاول نرفع صوتهم ونقول المنطقة محتاجة كذا وكذا غير دورنا التشريع مش دورنا ان احنا ندفع فلوس الناس تنزل تنتخبنا وبعد كده كل واحد يروح لحيابه خمس سنين خمس سنين وبعد كده خمس سنين وبعد كده كل واحد يفكر مثلا في مصلحته الشخصية وما يفكرش غير في نفسه بس وما يفكرش أصلا في الناس طيب واندي رأي حضرتك أولا بسم الله الرحمن الرحيم يعني انا طبعا فاطمة العبادي من منطقة بولاية دكرور للأسف احنا المال السياسي في الفترة السابقة طغى على يعني طغى جمي جدا على المواطن وللأسف المواطن مش هقولك غلبان المواطن مش تلاقي فمجرد مثلا ما بيلاقي خمسين جنيه مية جنيه متين جنيه بيجري عليها بس احنا دلوقتي من فضل الله الايام دي اعتقد ان فيه استياء من الشباب واستياء من بعض الاشخاص عن قصة المال السياسي عايزين يبعدوا فعلا يبعدوا فعلا عن المال السياسي دورنا احنا ان احنا نزيد التوعية نزيد يعني معلش احنا نحسس الناس بخدماتنا اكتر نحسس ان احنا بجوارهم اكتر بامر الله هيستفيدوا بالضبط لان كده كده الناس كلها عمتا بكل اللي بتفكر فيه تقولك انها دلوقتي اخد من العدو المي جنيه ولا الخمسين جنيه اعمل بها اي حاجة وفي نفس الوقت انا كده كده مش هشوفه خمس سنين ما عندوه ثقة خلاص ما عندو ثقة اصلا في العدو بعد يزن حضرتك الناس دي اللي هتفكر كده اللهم اني كنتم مش هتشوف العدو اصلا هو اشتراكم بفلوسكم بفلوسه خلاص يوم ما هتيجي تفتح الباب ياريت الناس بالذات في المناطق الشعبية ياريت 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 تختاروا من يمثلكم فعلا اختاروا من واحد منكم فعلا ما تختاروش واحد رأس مالي رأس مالي مش هيدور عليكم ما عندوش وقت لكم اصلا الرأس مالي هو كل ما هناك اهم حاجة عنده مصلحته مصلحته الشخصية مصلحته بقى في زيادة ماله في حماية ماله هو ده اللي هو هيقدر يعمله دلوقتي في الوقتي ده لكن هيدور على انك انت اشرع لك ولا يشوف لك حواجك لا يمكن هو ما عندوش وقت راجل رأس مالي راجل راجل عندو مشاريع فعلا وعندو شغل على الارض الواقع يسيب لك شغل ويجي لك كده لا انا احب ان انا انوه او اعمل اشارة كده اللي الجماعة بتوعنا اللي هم اصحاب اماكننا زي داير البلاد اكرور زي داير الدر السلام يا جماعة اختاروا واحد منكم في الشارع زيكم ارجوكم اختاروا صح بما يرد الله ورسوله شوفوا مين ليه ملف قديم يجب يختاروا صبعا حد يكون من قلب الشارع يكون كمان خدمي افتر يمثلهم طب بالنسبة حضرتك للبرنامج بتاع حضرتك اللي هو مثلا دايرة المؤطم والخليفة ايه الممكن الخدمات اللي ممكن تنسيه حضرتك تقدمها لأهل الدايرة والله يا احمد بالنسبة للمؤطم والخليفة احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا 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 اللي هي مستشفى المؤطم بقى اكملها بما فيها حي الاسمرات حتى اللي لسه جديد للأسف ما فيهوش اي مستشفى وده دور مهم جدا جدا حتى في الخليفة مستشفى الخليفة العام للأسف وقفة وما فياش اي دا كترة الوقفة فيها صيونة ولا وقفة الهدف معين والله المجمل بتاعها ان هما كانوا بيتكلموا ان فيه مياه جوفية والمياه الجوفية دي مسببة اثار في الجدران ومش عارف ايه بس هل احنا ما نقدرش نصلحها لا طبعا اكيد لازم يبقى فيه اساسا صيونة باي مستشفى يعني انا انا من رأي الشخصي النهاردة انا مستشفى بالنسبة لي اهم كتير من اي حاجة في الدنيا يعني انا لما اكون تعبان او ابني تعبان او مراتي تعبانة من حق ان انا اروح اقرب مكان ليا ينقذني خاصة ان المؤطم تعتبر من النواحي اللي هي ما فيهاش خدمات ولا فيها موصلات ولا فيها اي حاجة فكون ان انا معيش حتى خمسين جنيه ولا ميت جنيه عشان اخد تاكس وانزل به لتحت احمد ماهر او الاسر العيني دي في حد ذاتها مشكلة كبيرة طب ليه حضرتك ما فكرتش ان انت تخاطب المسؤولين بحيث ان انت تقدر تعمل مثلا سي المستشفى او تقدم عليها والله يا فاندم انا حاليا انا المفترض بعمر الله ان انا ليه معاد مع رئيس الحي وان شاء الله هيكون قريب بامر الله ان احنا نطرح الموضوع وبامر الله نطرح الموضوع برضو على وزارة الصحة لان هي الاساس طب حضرتك هل في حاجة تانية الدائرة محتاجية غير موضوع المستشفى اه طبعا يا فاندم فيه خدمات بقى للشباب فيه توعيات فيه رعاية ايتام فيه كفالة فيه تأمينات وفيه معاشات فيه برنامج احنا مقعدينه مزبطينه ان احنا بامر الله نقف جنب الناس والناس احنا من الناس و الى الناس ان احنا مش ضد الناس احنا بالعكس احنا انا واحد من المنطقة دي ونفسي المنطقة دي تتخدم وكل شباب المنطقة يتخدم طب حضرتك هل دلوقتي انت حضرتك عندك مثلا سيء المؤطم وعندك الخليفة دايرتين مختلفين يعني مثلا المؤطم مش هتحتاج زي الخليفة ولا انت شايف ان الدايرتين زي بعض؟ انا شايف ووجه انا الشخصي ان الدايرتين فيهم اهتمامات اكتر من بعض لا مش اصدي يعني مثلا دائرة المؤطم الناس اللي في دائرة المؤطم مثلا ممكن تكون الناس مثلا سيرة كاشوية او ناس مثلا بديهم مرتاحة غير برضو تكون الناس بتقول الخليفة ظروفهم اكتر انا في عندي السبعين فدان في عندي صبح حسين في عندي الزلزال في عندي المساكن في عندي بلوكات في عندي كذا مناطق للأسف في المؤطم محتاجة رعاية جامعة جدا محتاجة نظافة محتاجة مستشفى زي ما قلت لحضرتك في مطلقات في رعاية للشباب الناس العطلانة الناس اللي قاعدة على القهاوي كملت البلطجة وكمية القلة القدب اللي بتحصل دي بسبب ان الناس مش لاقي شغل فكل ده احنا بنحاول ان احنا نوصل صوتنا والناس دي تشتغل يبقى في رعاية للشباب دي نقدر نوظفهم نقدر نعينهم نقدر نشوف مصالع مفتوحة نقدر نعمل ليهم اي حاجة انما للأسف يعني الناس اللي كانت قابل مننا كان كل واحد اللي احنا برضو بنرجع ليه ونخاطب به نفس الصورة ان كل الناس اللي كانت نزلة نزلة للمصلحة الشخصية انهم دفعوا خمسة مليون وعشرين مليون وبعد كده ملقناش حد منهم احنا ملقناش حد يخدمنا بالضبط اكيد حضرتك هو اشترى الكورسي خلاص ودفع سوريا نعاسف اشترى الدائرة خلاص خد الكورسي يعني سوريا نعاسف مفيش افاد ولا للدولة ولا في افادة حتى سوريا نعاسف للمواطن او مثلا سي الدايرة بتاعتك طب بالنسبة لمرنامج وتحضرتك الانتخاب الدايرة بتاعت حضرتك بلاي الدكرور ايه اللي محتاجة بالضبط طب انا ممكن اقول حاجة قبل ما نقفل المال السياسي بعد ايه سنحضر لكم يا جماعة انا عايز اقول حاجة مهمة جدا لاهل بلاي الدكرور واهل المناطق الشعبية لو واحد من اصحابنا اصحاب المال السياسي لو كان عمل خدمة سابقة دلوقتي هو نازل مجلس النواب تمام انت نازل تدفع كام مليون اتنين خمسة عشرة لو الاتنين او المليون او الخمسة او العشرة قبل كده دفعهم وعمل بيهم مصانع عمل بيهم مستشفى عما زود بيهم اسرت رعاية فان دمهم ما بفكرش في كده وبفكر سوريا انا انسف ان انا هدفع عشرة عشرين مليون هعرف استفاد بيهم ازاي ما عرفش ازاي يستفيد بهم بحاجة تاني انا مش بخاطب وفي نفس الوقت ما درش تعرف ازاي يا سيد احمد انا مش بخاطب الناس بقول لهم طب اصحوا لو هو عنده فعلا نية انه يعمل كان عمل سابقا الرجل ده عنده اموال طائلة يعني لو عمل مشروع او مشروعين قوميين في بلاء او في در السلام او في حلوان او في اي مكان شعبي قصما بالله كانت الناس هتنتخبوا من غير مال سياسي بالضبط حضرتك هو اهم فعرفوكم يا جماعة فوق الناس بتحاول تنتخب طبعا لو شافت حد عمل لها خدمة او في خدمة في الدائرة فعلا اتعملت فعلا الناس هتفكر في انتخاب هذا الشخص لكن متفكرش انا كل اللي انا عايزه الناس فعلا تفكر في الحد اللي فعلا ينتخب فعلا سوريا الناس في فدها غير كده لا ايه بقى حضرتك البرنامج الانتخابي البرنامج الانتخابي بتاعي واحدة انا من ضمن اهل بلاء دكرور انا عايشة في وسطيهم وعرفة معاناتهم واول المعاناة اللي انا حسيت بيها الاول وكانت عندي وبعد كده انا عارفة الناس كلها بتعني منها باي الصحة ثم الصحة ثم الصحة عندي اهدافي او ما اصح اللي ما يلزم المناطق الشعبية ومنطقتنا احنا بالذات ومحافظة الجيزة تمن ومصر كلها تمن زيادة الاسرة رعاية مركزة فعلي او سرعة يعني اصلاح واصلاح ومساشفة بلاء دكرور مستشفة بلاء دكرور دي ما بتخدمش بلاء بس هيقولولي دلوقتي اتخصصوا فيها مش عارفة كم مليون طب ما تصعوا تصعوا بسرعة طب فيها نخلي فيها بدل ما نوقفها كلها تمن نخلي فيها اجزاء 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 تشتغل تشتغل شغلي فعلي طب ايه ايه اجزاء اللي فيها هل هي مستشفة بلاء دكرور مش شغالة برضو حسب معلوماتي ان مستشفة بلاء دكرور مش شغالة على المستوى بتقبل من اي مكان لا لا كفائتها 10% حلال ليه لانها ولا فيها اسنصرات شغالة لسه ده المهندس كذا ده المهندس كذا يعني فيه حاجية بسيطة جدا يا اندرويتي لو حد عمل عملية قليصرية او اي عملية جراحية ما بيعرفوش يطلعوا بالاسنصير بيطلعوا بنقالة طب اللي حضرتك ما تكلمتش في النقطة دي مع اي مسلا سي مسئول برضو طبعا انا اتكلمت بعد اذنك يا سيد احمد احنا بنعاني من مشكلة مشكلة اهضاء مجالس الشعبية او النواب السابقة ما بيسمحولكش تلحق تتعامل مع حد بيقفولك الطريق ولو اتعملت مع اي حد بيشقولولك الموظف ده طب دي مشكلة بس ما ليش انا ينسف حسب معلوماتي برضو كني النائب ملوش علاقة يعني حضرتك انت دلوقتي لو انا هقدم خدمة او انا عايز اسعى لحاجة معينة ان انا حاولي نفذها او حاولي نفذها الاهل الدايرة ملاش علاقة اصلا بالكلام لا بص يا سيد احمد احنا مثلا كاحتياجات في المستشفى احنا متواصلين مع قيادات المستشفى لو في حاجة نقصة ونقدر نحلها بمساعدات على قد ايدينا احنا بنلحق نعملها مثلا في حصل مرة عايزين الحق عايزين خراطين لمستشفى بولاء للغسيل الكلوي تمام عايزين كذا فيه اصيانة اصنطق كذا حاجات دي ما ينفعش الواحد يجعر بيها بس احنا بنقول يا جماعة احنا كمسؤولين انا بناشد دلوقتي وزيرة الصحة ارجوكي ارجوكي ثم ارجوكي ثم ارجوكي مستشفى بولاء الدكرور تخدم اهالي بولاء الدكرور تخدم كرداسة تخدم جزء من العرم تخدم جزء من فاطل تخدم جزء من ارض اللي والمهندسين تخدم معتمدية وقف يعني مستشفى بولاء الدكرور مش لأهل بولاء الدكرور فقط يعني حضرتك سواء في الدائرة بتاعت حضرتك او الدائرة بتاعت حضرتك كل الهدف بس هي مستشفى؟ لا تمام ولا في اي حاجات تانية في الدائرة للاحلال والتجديد او زيادة شبكة الصرف الصحي لان احنا المية دلوقتي بقت تقطع لفترات طويلة جدا والناس بتاعي ثم حاجة تانية واهم حاجة ان مثلا زي سكان سوق التلات وكفرة هرمص الناس دي الظلمت في التقدير الجزافي بتاع التصالح يعني الناس دي في شارع 20 متر 20 متر دول جزء منهم كبير ترعة جزء منهم كبير ترعة يعني الشارع من هنا ما يجيبش اكتر من 3 متر 4 متر 5 متر والشارع من هنا ما يجيبش 4 متر 5 متر وظرهم في التصالح في التصالح التصالح المتر عندهم بمتين وشوية في المتر بس انا حسب معلوماتي ان كل المواطق العشوائية بيبقى سوري ناقص في المتر مش عشوائية هي شعبية وليست عشوائية سوري عشوائية شعبية بيبقى 70 جنيه في المتر لا مفيش الكلام ده عندهم بقى في كفرة هرمص وطرأة عبدالعالي 2 وشارع سوق الثلاث للأسف بـ 240 جنيه و 200 جنيه والناس مستقى جدا طبعا دي أصلا هي محسوبة على صفة اللبن يعني قرية صفة اللبن يعني قرية دي المفروض يتنظر لها نظرة القرية أو المناطق الشعبية تقولي 200 و 240 جنيه في المتر حرام الناس دي برضو على قد حالهم يعني اللي اشتغلوا شئي وطفح الدم عشان خطر يبني شقة ما معهولش دلوقتي حتى حق المناطق يكلوا يشرب الناس متعسرة الناس تعبانة الظروفة تعبانة دي حاجة تالت حاجة زيادة المدارس طبعا أنا يعني معلش أنا هاخد من وقتك قطيف زيادة أعداد المدارس زيادة الفصول لأنه احنا بولاد دكرور احنا معنا ديها كده بس أستاذ عمر دلوقتي انت في حاجة تاني هنقدر نتكلم فيها وحضرات الحابب بتوضحها مثلا للناس عند حظاك في الدائرة أو مثلا للنخيبين عندك في الدائرة أكيد طبعا يا فضل عندي منطقة الخليفة بالكامل كلهم عمال يومية وصناعية وللأسف لا في معشات ولا في تأمينات وكلهم بلا استثناء منطقة كاملة كل يوم بتسحى الصبح الساعة ستة سبعة الصبح تقف في مدان السيدة عيشة بتدور على لقم تعيش ودي من أسوأ المراحل اللي احنا بنمر بيها ان احنا بنجري على أكل عيشنا يوم بيوم لا في تأمينات ولا في معشات ولا في حاجة بتحمينا يعني كل المخاطر محاطة بالناس دي فلازم يكون ليهم حتى نقابة يكون ليهم جزء من المعشات جزء من التأمينات حد يسأل فيهم حد يشوف الناس دي بتأكل وتشرب ازاي حد يشوف الناس دي عيشة ازاي دي من أهم المراحل في منطقة الخريفة والمرحلة بتاعة المؤطم زي ما قلت لحضرتك هي ينقصها المواصلات وينقصها في المقام الأول ور أخير موضوع المستشفى يعني هيا المستشفى هي أساسي في المنطقة اه طبعا يا فاندم دي منطقة كاملة منطقة كاملة تعداد كامل مفيش حد يقدر يتعالج على حسابه في المستشفى المؤطم التقصص يعني سي من الطبقة الكبيرة أو من الطبقة الضعيفة جدا احنا لما نزلنا واجهنا الناس بالمشاكل لقينا ان كل الناس بتشتكي من الموضوع انه مفيش مستشفى الاسمرات معمول على أكمل وجه وشكل جامد جدا وشكل جميل جدا وشكل راكي جدا بس للأسف مفيش مستشفى وللأسف ان الاسمرات دي منطقة لما ناس من كل انحاء جمهورية مصر العربية فعالأقل لازم اوفر ليهم مستشفى غير من المنطقة بتاعتنا المؤطم نفسه للأسف مفيش اي مستشفى منطقة زي الخليفة مفيش مستشفى فيها مستشفى وقفة الناس دي تتعالج ازاي؟ كده حضرتك معايش خلصت فقراتنا الأولى عزيزي المشاهدين وطبعا احنا نشكر أستاذ عمر السيناري ونشكر طبعا مدام فاطمة العبادي وكده معنا الضيوف الفقرة التانية ان شاء الله واستاذ أحمد مرزوق واستاذ طارق المدير الحاملة بتاعتنا ترجمة نانسي قنقر